وليد أزارو لبدء المفاوضات لتجديد عقده خلال الفترة القادمة حالياً أزارو في فترة طراحة بعد إنهاء اتفاق مع نادي الاتفاق السعودي وطبعاً الآن ما ينفعش يطلب البطاقة لأن السيستم والقيد في مصر حالياً مغلق وبالتالي الدور السعودي أيضاً كمان السيستم هناك مغلق فمش هينفع تنقل البطاقة في التوقيت الحالي بعد نهاية الدوري يقدر تطلب البطاقة الدولية ويعود وليد أزارو إلى صفوف النادي الآن وهنا بقى فيه أكتر من رؤية وأكتر من شغلة هيتم في وقتها وساعتها برضو إحنا هنكون معاكوا أول بأول والأخبار المتعلقة في الفترة اللي جاية أفش عمل لقطة مميزة جداً على الستوري بتاعه على الانستجرام عمل لقطة ممتازة جداً لأنه كان طبعاً أحد لعبي نادي أمبي وكانت مباراته أمام أمبي طبعاً بيلعب مع زملاء السابقين وأحد اللاعبين أحمد العجوز اللي بالتأكيد زمله الفترات طويلة في نادي أمبي طبعاً كان حصل احتكاكوي تعارفين طبعاً القورة والمطشاط بيبقى فيها احتكاكوي اللي يقى بدنية وقوة كبيرة جداً لكن أفش طبعاً بأخلاقه العالية ودماس بتأخلكه عمل ستوري لأحمد العجوز وهو فيما معناها يعني بيقول له آسف يا صاحبي لقطة مميزة جداً من نجم كبير في النادي الأهلي كمان الحساب الرسمي لموقع